تفقد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال عددا من مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الثانية عشر بالمحافظة الشمالية وخلال الزيارة اطلع وزير الأشغال على ما يتم تنفيذه ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات حيث أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات العامة عملا ببرنامج الحكومة 2023-2026 وخلال الزيارة تم استعراض المشاريع المدرجة ضمن مشاريع الحزمة الثالثة حيث تم الانتهاء مؤخرا من تنفيذ مشروعين في دمستان من جانبه أكد السيد علي بن الشيخ بن عبد الحسين العصفور محافظة المحافظة الشمالية الحرص وبالتنسيق مع وزارة الأشغال على استكمال شبكات الصرف الصحي في المحافظة وتدوير مياه الصرف الصحي المعالجة لدعم المسطحات الخضراء مشيدا بدور وزارة الأشغال في تنفيذ برنامج الحكومة وبالأخص تطوير البنية التحتية المستدامة والتي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين اشتركوا في القناة